أكدت مقررة لجنة الحقوق والحريات بالحوار الوطني نيفين مسعد في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الهوية الثقافية من أهم مكونات الشخصية المصرية التي يجب التركيز عليها وأشارت إلى أن الهوية الوطنية تحمل أهمية كبيرة في مواجهة التحديات أشوف أن الهوية الثقافية أهم مكونات الشخصية المصرية لأنه ببساطة الشخص الذي تايع أو ضايع لا يمكن أن يبقى لا شخص منتج ولا منجز ولا منتمي ولا أشياء من هذا القبيل فأنا هتكلم إزاي نرجع أولادنا للعامية التي احنا تعودنا عليها مش للعامية الشائعة حالياً ولا لهاش علاقة أبداً بالعامية التي احنا تعودنا عليها يعني العامية دي الكتب بيها حد زي صلاح جهين ومن كتر ما كانت عاميته عبقرية يعني اتقال إنه إحنا خايفين على اللغة العربية مننا يعني أحمد شاوي قال أنا أخشى على الفصحة مثلاً من عامية بيرم لأنه بيرم كان جعل أو ارتقى بالعامية إلى مستوى أصبح بيهدد فعلاً إنها سهلة وبتنتشر وبتنساب وبتنفض إلى أخير